القسم الرابع ما هو شرح الأصول الثلاثة نعم فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة ما هي الأصول الثلاثة من يعرف ما هي الأصول الثلاثة أسئلة القبر ما هي الأصول الثلاثة معرفة الرب ودينه ونبي محمد عليه الصلاة والسلام فإذا قيل لك من ربك من يعرف الإجابة فإذا قيل لك من ربك تقول ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه فإذا كان هو الرب وهو الخالق وهو الرازق وهو المدبر لابد أن يكون هو الذي يعبد الذي رباني ورب جميع العالمين لا يوجد رب إلا الله وإذا كان هو الرب لابد أن يعبد خلق ورزق وأمدنا بالنعم كيف يعبد غير الله هذا التوحيد توحيد الربوبية لم ينكر أحد ولا يستطيع أحد ينكر هذا التوحيد لأن كل واحد في نفسه يعرف أنه مخلوق إلا ما يحدث ممن يتكبر ويعاند مثل ما حصل من فرعون وإلا هو في قرات نفسه يعرف أنه مخلوق إذا إذا قيل لك من ربك تقول ربي الله وإذا كان هو الرب لابد أن يعبد نعم إذا هل يصح أن يصرف شيء من العبادة ولو قليل لغير الله يمكن ما يمكن طيب من صرف شيئا من العبادة لغير الله ما حكمه نحن في سوق الخضار أسألهم نحن نجلس في سوق الخضار في السوق عيب ما أحد يتكلم هنا إلا برفع السبع هناك في السوق كل إنسان يتكلم هنا ما أحد يتكلم إلا برفع السبع عيب والله عيب صحيح ما حكم من صرف شيئا من العبادة لغير الله مع الدليل مع الدليل مشرك كافر مشرك كافر كفر أكبر لكن عندنا مسألة مهمة 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 جدا طالب العلم يتعلم الحكم على الفعل أما الحكم على الأشخاص أما كم حكم ممتو فلان كافر فلان مبتدع فلان ضال مظل لا هذا ليس لي ولا لكم هذا لكبار العلماء للمحاكم الشرعية نحن نتعلم الآن الحكم على الفعل حكم على الأشخاص حكم على الحكام حكم على العلماء هذا ليس لنا هذا لكبار العلماء للقضاء الشرعيين مفهوم؟ أي نعم طيب لو جاءت مرأة الآن جاءت مرأة الآن دخلت وسألت عن كلام قال قاله لها زوجها مثلا وقالت هل أنا طالق أم لا؟ هناك واحد فيكم يفتيها هنا تفتيها أنت؟ لا تفتيها أنت؟ أنت الشيخ؟ ما هدفتيها هنا؟ نعم تفتيها أنت؟ هل أنت؟ هل أنت؟ هل أنت؟ أم لا؟ فكيف خروج إنسان من الدين بالكلية؟ نقدر عليه؟ ما نقدر إذن تحفظ لسانك من الحكم على الأشخاص اما الحكم على الفعل هذا واضح ان شاء الله الى متى حتى تصبح عالم من كبار العلماء احكم ما شئ نعم انواع العبادة التي امر الله بها